السلام عليكم في قناة حلوية ام ادم اليوم سوف نحضر لكم غاتين بالبطاطس المسلوقة واللحم مفروم مع صلصة البشامل دعوكم معي على الوصفة والطريقة انشاء الله هنا اخواتي قمت البطاطس تصليق هناك 6 من الحبات متوسطين على حساب الافراد العائلة هناك تقريبا 300 غ لحم مفروم او كفتة هناك دعوك في صليم شلده هناك عطرية بودرة توم و ملح أكثر من الجفتة نزيد البصل المفروم سوف نضيف لها العطرية كي تستطيع أن تقوم بكفتة أو لحم مفروم أكثر من طريقة نضيف الطيب نضيف الضيط نضيف الزيت سيفعل الضيط نضيف الزيت نضيف الضجء نضيف الزيت أضيف الزيت لا نستمر الكفتة الكفتة يأتي الكفتة مع بطاطس مسلوقة يجب أن تجربوا نستمر الكفتة نحضر الكفتة 60غ طحين 50غ زبدة 0.5 لتر حليب 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 الزبدة 0.5 لتر حليب أضلت صغيرة ثم اضلت تصغير 0.5 لتع Band نضيف تر حليب نضيف الحليب نضيف الحليب على دفوعات السوق بسبب الحليب لنظيف الحليب يجب أن تستخدم خليط يجب أن تنقل هذه الخليط نضيف الكتلى التطحين والزبدة ليس كثيرا أريد أن يكون مرحلة بحليب لا تريد مرحلة لا تريد مرحلة لا تريد مرحلة هذه الصلصة رائعة تريد مرحلة يجب أن تكون مرحلة لديها لديها سهلة تحضير لا ترى حجم عقدة لديها أخواتي تتحرك لديها تجمع لغلق يجب أن تحرك تريد مرحلة في هذه المرحلة سوف تتعقب معها مرحلة أكثر سوف تكون جاهزة سوف تكون جاهزة سوف تكون جاهزة كمرحلة أخيرة نضيف الملح جوزة يضيف الجبن يمكنك كتفى تشغيل جبن المتبع كما تفضل جبن الأحمر جبن المتزاري كما أفضل جبن الأحمر تفضل جبن أحمر جبن المتدع مزارة 50غ دقيق 50غ دقيق نضيف جبن ونحرك نضيف جبن ونحرك نضيف جبن نضيف جبن ونستغنى على حسب الوصفة نضيف جبن ونحرك نضيف جبن ونستغن لتحقيق نضيف جبن ونضيف جبن زجاج نضيف جبن سوف نستفل البطاطس طريقة سهلة لا يستطيع الوقت كثيرا في اخر ساعة يوجد ضغية سوف نستمر سوف نستفل البطاطس سوف نستفل البطاطس نستفل البطاطس سوف نضيف البطاطس سوف نستفعل البطاطس نضيف البطاطس لنقوم بفوروم نضيف طبقة أخرى بسلصد بشامل يجب تبنى بسلصد بشامل الغنيان من أجوب الرجيم النفيف نعمل الطبقة الثانية للبطاطس للرشد الملح نضيف سرصد بشمال كمية اللحم مفروم والبطاطس يبقى على حسب الأفراد العائلة تضيف الكمية نضيف الجبن المبشور 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 نضيف الجبن المبشور